انا برضو عايز اقول لحضراتكم ان المباريات القادمة بعد مبارات بيرامدز يعني مبارات بيرامدز يا جماعة بالمناسبة سواء النادي الاهلي كسب او لقدر الله حصل اي شيء اخر لن ينتهي بهذا الدوري الدوري لسه فيه عشر مباريات انا اسف ان انا بقول لحضراتكم كل شوية هذا الكلام ولكنها هي الحقيقة محدش عارف اين ممكن يحصل بكرة محدش عارف اين ممكن يحصل للفرق المنافسة في المباريات القادمة محدش عارف ايه ممكن يحصل للنادي الاهلي في المباريات القادمة وبالتالي هي مباراة صعبة مباراة مهمة نتمنى فيها ان يفوز النادي الاهلي بثلاث نقاط ولكن في النهاية كرة القدم تعرف ثلاث نتائج لا تعرف نتيجة واحدة هو ده اللي دايما انا حابب ان اقوله لحضراتكم عشان كده كل التفاؤل وكلنا متفائلين وكلنا عندنا امل ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز النهاردة لان ده الطبيعي الحقيقة ان انت لما تيجي تلعب مهما كانت الفريق اللي قدامك ومهما كان الفريق اللي قدامك قوي وعنده بعض اللاعبين المحترفين الجيدين جدا الحقيقة واللي الدفع فيهم مبالغ كبيرة جدا 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 ولكن في النهاية يظل ان هو بيلعب النادي الاهلي بطل الدولي العام السابق وبطل الدولي العام الاربعين مرة عشان كده دايما هنخش باسم النادي الاهلي ونخش بتاريخنا ونخش بكل حاجة ولكن الملعب مختلف الملعب انت 11 بيلعب 11 ومن حقك انت كنادي اهلي ان انت تكسب هذه المباراة وتنوت نفسك عشان تكسب هذه المباراة ومن حقه هو كمان ان هو يعمل كده احنا راحين نلعب فريق كويس وراحين نلعب فريق جيد الحداشر اللي هيبقوا موجودين من فريق بيرامتز هيحاولوا يموتوا نفسهم عشان يكسبوا النادي الاهلي زي ما الحداشر اللي بيلعبوا في النادي الاهلي هيحاولوا يموتوا نفسهم عشان يكسبوا ان شاء الله ويتصدروا كالعادة دوري العام المصري عموما خلينا بقى نروح نشوف جرافيك مباراة اليوم طيب فضل مباراة اليوم النهاردة 18 إبريل 2019 الأهلي وبيرامدز مؤجل من الأسبوع الخمسة وعشرين موقف النادي الأهلي ونادي بيرامدز النادي الأهلي لعب خمسة وعشرين مباراة فس في 18 تعادل في 4 خسر في 3 مباريات سجل 42 هدف عليه 16 هدف يملك من النقاط 58 نقطة في المركز الأول مرة أخرى أما نادي بيرامدز لعب سبعة وعشرين مباراة خدوا بالكم في فارق مبارتين للنادي الأهلي أو نادي بيرامدز لعب مبارتين أزيد طبعا هدف النادي الأهلي هو مروان محسن بخمس أهداف أما نادي بيرامدز لعب سبعة وعشرين مباراة فس في 16 تعادل في 9 مباريات خسر في مبارتين سجل 53 هدف كأعلى معدل تهديفي ثم استقبلت شباكه 27 هدف وعدد النقاط 57 نقطة في المركز الثالث بعد نادي الزمالك هدف بيرامدز إيريك تروري بعشر أهداف منهم خمس أهداف في المبارتين الأخيرتين طيب إمتى الأهلي بيجيب جوان في 42 هدف اللي جابهم من نادي الأهلي إمتى النادي الأهلي بيجيب جوان في الدوري العام المصري في الأول ربع ساعة أربع أهداف تاني ربع ساعة سبع أهداف تاني ربع ساعة من الشوت الأول ثم نهاية الشوت الأول أو آخر ربع ساعة في الشوت الأول ست أهداف مع بداية الشوت الثاني النادي الأهلي استطاع أن يحرص خمس أهداف من 47 هدف اللي جابهم وفي من الديئة 61 إلى الديئة 75 ثمان أهداف وبعد كده الرقم اللي الناس كلها بتحبه أو الرقم الناس كلها بتستناء والرقم اللي الناس كلها بتثق أن النادي الأهلي أو الوقت اللي الناس كلها بتثق أن النادي الأهلي لغاية آخر وقت بيحارب على النتيجة وبالتالي أحرز 12 هدف كأعلى وقت في الربع ساعة الأخيرة دائماً من عمر المباراة النادي الأهلي بيحرز 12 هدف من أصل 47 هدف طيب إمتى بقى بيخش النادي الأهلي بيخش فيه أهدف إمتى؟ في أول ربع ساعة هدف استقبلة شباكه هدف ثم تاني ربع ساعة استقبلة شباكه هدف وآخر ربع ساعة في الشوت الأول استقبلة شباكه هدف وحيد أيضاً من ال 16 هدف 3 أهداف فقط في الشوت الأول أما ال 13 هدف اللي بقيين كلهم في الشوت الثاني 6 فيه الربع ساعة الأولى و6 فيه الربع ساعة الأخيرة ثم هدف وحيد في دقيقة من 61 للدقيقة 75 إذن الربع ساعة الأولى وربع ساعة الأخيرة تحتاج إلى دراسة في النادي الأهلي طيب بيرامدز بقى بيرامدز إمتى بيحرز أهداف؟ في الأول أو أول ربع ساعة خمس أهداف في تاني ربع ساعة تمن أهداف ثم في تالت ربع ساعة أربع أهداف أو نهاية الشوت الأول أما مع بداية الشوت الثاني تسع أهداف من الديقة 46 للديقة 60 نادي بيرامدز بيحرز تسع أهداف ثم الحقيقة يعني النصف ساعة الأخيرة دائماً من عمر المباراة استطاع أنه يحرز 27 هدف من 53 هدف منهم 11 هدف من الديقة 61 للديقة 75 ثم الدقائق الأخيرة أيضاً من الديقة 76 للديقة 90 نادي بيرامدز أحرز 16 هدف يعني أكتر من التلت بشوية أو أقلس أنا أسف من التلت بشوية من 53 هدف اللي أحرزهم نادي بيرامدز طيب امتى بقى بيخش في نادي بيرامدز أهدف في أول ربع ساعة أربع أهداف تاني ربع ساعة أربع هدفين أنا أسف ثم في الربع ساعة الأخيرة من الشوت الأول ست أهداف وفي الربع ساعة الأولى من الشوت الثاني ست أهداف ثم الربع ساعة من الديقة 61 للديقة 75 أربع أهداف ثم الدقائق الأخيرة خمس أهداف من الديئة 76 للديئة 90 وبالتالي يجب أن يكون هناك تركيز من لعبة نادي الأهلي في هذه التوقيطات خصوصاً الربع ساعة الأخيرة والربع ساعة الأولى من الشوت الثاني ربع ساعة الأخيرة من الشوت الأول والربع ساعة الأولى من الشوت الثاني طيب بيرامدز حيلاعب مين المباراة القادمة يوم الثلاثة 23 إبريل نادي بيرامدز سيلاقي نادي الزمالك في مباراة مؤجلة من الأسبوع التسعة عشر أما النادي الأهلي سيلاقي يوم الخميس 25 إبريل سيلاقي النادي المصري في الأسبوع الستة وعشرين الحياة المباراتين ستكون المباراتين أصعب من بعض أما قائمة النادي الأهلي الشناوي وعلي لطفي خط الدفاع أحمد فتحي رامي ربيعة أيمن أشرف ياسر إبراهيم محمود وحيد علي معلول وخط الوسط عمر السلية وحمدي فتحي وحسين الشحات وناصر ماهر وصالح جمعة وجونيو راجيه وحسام عشور وجيرالدو وأما خط الهجوم فحيكون وليد أزارو ومروان محسن كلمنا مع حضراتكم عن الحكام المباراة بشكل عام لكن النهاردة في الفقرة الثانية حيكون معنا خبرنا التحكيم كابت سامين عصمار حنتكلم أكتر عن طاقم التحكيم إيفان بيبك من كرواتيا واثنين حكام مساعدين أيضا من كرواتيا إيفيكا مودريتش وجوران بيريك وحكم رابع تهمين بيجيان من كرواتيا أيضا إذا طاقم تحكيم كرواتي سيكون حكاما لهذه المباراة طيب جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل بداية مباراة اليوم قبل بداية مباراة اليوم النادي الأهلي كان في المركز الأول ب58 نقطة نادي الزمالك وفي المركز الثاني ب57 نقطة الاثنين لعبوا 25 مباراة أما نادي بيراميز في المركز الثالث ب57 نقطة بلعب 27 مباراة نادي المصري في المركز الرابع وعنده 46 نقطة ولعب 28 مباراة المقاولين العرب لعب 29 مباراة وعنده 40 نقطة في المركز الخامس ومصر المقصة في المركز السادس من 28 مباراة ولعب عنده 40 نقطة الإسماعيلي في المركز السابع من 26 مباراة عنده 37 نقطة الانتاج الحربي في المركز الثامن من 29 مباراة عنده 35 نقطة ثم طلاق الجيش في المركز التاسع من 28 مباراة عنده 34 نقطة والاتحاد السكنداري في المركز العاشر من 29 مباراة عنده 32 نقطة وزي ما حضراتكم شايفين في النهاية النجوم لعب 28 مباراة وعنده 25 نقطة هو والدخلية وحرص الحدود الحقيقة عندهم 29 26 25 نقطة هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل جرافيك المباراة اليوم